السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبة وطلبات الصف الثالث الثانوي مرحبا بكم في حلقة جديدة ومعكم مستر صابري ياسين وهذه قناة سبيشال يوستيوب قناة الشباب المتميز في هذه الحلقة أقدم لكم حل تمارين الوحدة الرابعة على الفوكاب اللي هو الجزء الأول من الكتاب جايانتس العمالقة على ما يخلص الانترو ياريت تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا معه في القناة لو دي أول مرة تشوف القناة عشان توصلكم مشعارات بكل الحلقات واشوفكم بعد الانترو ورجعت لكم مرة تانية وزي ما قلنا يا جماعة في الحلقة دي ان شاء الله هنحل تمارين الفوكاب الموجودة في الوحدة الرابعة الجزء الأول من الوحدة الرابعة اللي هو الخاص بالفوكاب نص الريدنج ونص الليسنينج يلا بينا نبدأ باسم الله عشان الفيديو ما يكونش طويل نمبر ون بالضبط كده يعني كان مؤسر جدا في تشكيل الرأي العام نمبر تو يعني له تأثير في تشكيل الرأي العام بس هنا خدنا الاسم اللي هي هنا معناها تأثير هي هنا اسم عشان جاي بعد أدات تنكير A أو N وهنا أنا محتاج صفة تأثير في تشكيل الرأي العام مثل ما اخذنا ونص اللي صفة معناها مؤثر طبعا كان فيه أحد الطلبة عند أليا ريت يا مستر تكتب معاني الكلمات اللي بتبقى الاختيارات التانية اللي موجودة مع الكلمة اللي انت بتختارها عشان احنا بنبقى عايزين نعرف معناها كتبت معاني بعض الكلمات اللي ممكن تكون مهمة وانت تبقى الكلمة اللي انت محتاج معناها تاخد معناها من على الشاشة نمبر ثري I don't believe that what do you have that shows this is true تمام what proof يعني الجملة معناها أنا مش مصدق اللي انت بتقوله what proof يعني ما الدليل أو ما الاثبات do you have الذي لديك that shows this is true الذي يظهر أن هذا حقيقي نمبر فور practice is the best way to not your french بالضبط is the best way to improve يعني التمرين هو أفضل وسيلة لتحسين مستوك في اللغة الفرنسية نمبر فايل he is an efficient employee he deserves to get بالضبط to get promoted وعلى فكرة تنفع برضو promotion لأن المسألة الثانية عندي بتقول he is an efficient employee he deserves to get a قصده هنا أن a تنفع مع promotion بس ولكن في الحقيقة ان get ينفع يجي بعدها promotion و promotion يعني get promotion من غير l-a اللي هي دي أو بوجود l-a فلو بحثنا مثلا على جوجل كتبنا get promotion وفتحنا هنا مثلا أي قموس من القموس اللي موجودة عندي بيقول if you are given promotion or a promotion اللي مكتوبين بالون الأحمر قدامكم in your job you are given a more important job or rank in the organization that you work for يعني ينفع get promotion أو get a promotion افتح قموس ثاني تلاحظوا المثال قال لي أن الفعل ده الverb promotion ممكن أقول earn promotion gain promotion get promotion receive promotion win promotion ومديني هنا مثال الجملة بيقول if i can't get promotion مفيش if i can't get promotion soon i'll look for another job فينفع get promotion get a promotion اللي اتنين صح مفيش فيها اي بشاكل هنرجع التاني للتاب جايانتس يعني هو هنا في المسألة دولي عاوز يقول ان انت لو عندك a هتاخد promotion ولو ما فيش a هتاخد promoted ولكن في المسألة رقم 5 انت ينفع تاخد promotion من غير a فينفع تقول get promoted وget promotion اللي اتنين صح يعني promotion مش مقتصرة على وجود حرف a obligate number 7 they opened a shelter to not temporary housing for the city's homeless بالضبط كلمة provide temporary housing يعني يوفر مسكن مؤقت للمتشردين بتوع المدينة number 8 both parents are equally not for raising the children تمام are equally responsible يعني كلا الوالدين لديهم مسئولية على حد سواء equally أو على درجة متساوية بالنسبة لتربية الأولاد number 9 I take personal not for what has happened تكلم take personal responsibility يعني أتحمل المسئولية الشخصية أو أتحمل المسئولية عما قد حدث number 10 I have been writing short stories and not for years short stories and poems يعني كنت بكتب قصص قصيرة وقصائد لسنوات number 11 these riverbanks have inspired not for many centuries have inspired poets وقمنا معناها ضفاف هذا النهر ألهمت كثيرا من الشعراء اللي هو البيوت for many centuries لقرون عديدة number 12 the company holds not meeting with employees طبعا الإجابة هتكون كلمة regular صفة معناها منتظم أو بشكل دوري وقمنا معناها الشركة بتعقد regular meetings اجتماعات دورية أو اجتماعات منتظمة with employees مع الموظفين number 13 we meet not to discuss our daily problems we meet regularly هنا أنا محتاج الادفرب الظرف عشان أنا هاوصف فعل اسم meet فهي هنا هستخدم الادفرب اللي هو الظرف يعني احنا بنتقابل بشكل منتظم regularly عشان نناقش مشاكلنا اليومي number 14 وطبعا وطبعا ديكت مشكلة عندنا في مصر اللي متابعة للاخبار الكروية اكتشف ان ثلاثة من اللعيبة الاولمبيين اللي بلعبوا في المنتخب الاولمبي كانوا بيتناولوا مش مخدرات حاجة اسمها منشطات number 15 there are several different options you can الظبط كان بيجي بعدها مصدر الفعل يبقى اللي جابة choose عشان دي الوحدة المصدر طبعا ده التصريف التاني اللي هي كلمة choose اللي هو المطر البسيط والتصريف التالت اللي هي chosen وchoice دي اللي هو اللي هو النون أو الاسم طبعا دي بقى عنها يختار ودي اختارة ودي مختار ودي احتيار اللي هو اللي هو النون نناقل بصفحة 145 number 16 she faced the start not of backing the new plan or losing her job طبعا اللي جابة هتكون كلمة choice اللي هي ما لسه ايلين معناها معناها اختيار والجملة معناها هي وجهة الاختيار start صفة معناها الصعب أو المؤلم أو القاسي يعني هي وجهة أو تحطط في موقف صعب هتختار فيه بين انها backing the new plan دعم أو مساندة أو بتجي برضو بمعنى تمويل ماشي backing the new plan الخطة الجديدة أو انها losing her job فكان عليها ان هي تعمل choice اختيار ما بين ده أو ده فهي وجهة الاختيار الصعب أو المؤلم بين انها دعم الخطة الجديدة أو انها تخسر وظيفتها number seventeen I stayed there for a week all night and then went back to the center I stayed alone يعني أنا ما كست وحيدا طبعا هنا alone عدفر بتوصف الفعل stay number eighteen his own company he took on many workers كلمة talk on يعني يوظف يوظف عمال كتير طبعا هنا أنا محتاج founding اللي هو الفعل معناه after he had found his own company يعني بعد ما أسس found فعل معناه يؤسس وهي هنا كانت بديلة طبعا بدأ الجملة بverb ING ودي من أحد استخدامات الجيرند إننا يكون بدأ جملة فيها because أو جملة فيها as اللي معناها بينما أو جملة فيها after زي المثال اللي أنا قلته من شوية ودي من أحد استخدامات الverb ING بعد كده number nineteen I always eat when I feel طبعا stressed معناه تحت ضغط أو مطغوط وفي بعض الناس كده بقولك أنا لما بكون زعلان أو كده بتلاقيني باكل كتير ففي هنا واحد بقول أنا دايما باكل لما أكون حاسس إن أنا تحت ضغط number twenty exercise is the best way to get rid of تمام get rid of stress يعني التمرين إن الواحد يلعب التمرين يعني هي أفضل طريقة إنك تتخلص من get rid of معناها يتخلص من التوتر أو الضغط number twenty one moving to a new house is very not experience طبعا is very stressful experience يعني الانتقال إلى بت جديد تجربة مجهدة جدا وطبعا اللي يجرب النقل من شقة الشقة عارف القصة دي كويس number twenty two janet has been under a lot of nox since her mother's illness طبعا الابوستورف اس اللي نخسر كلمة هاز يبقى اللي جابة عندي هتكون كلمة stress طبعا اسم غير معدود under a lot of stress يعني تحت ضغط كبير وخصوصا منذ وفاة والدتها number twenty three she has been feeling very not since she started her new job طبعا برضو هنختار كلمة stressed يعني مضغوطة أو تحت ضغط منذ بدأت الوظيفة الجديدة بتاعتها number twenty four worried and anxious are الظبط synonyms number twenty five innovation and creation are تمام synonyms برضو number twenty six in their little boat they plan to voyage to distant lands distant is the synonym of remote number twenty seven the accident left him with permanent brain damage the antonym of permanent accident is temporary ومعناها مؤقت number twenty eight he is constantly changing his mind دايما بغير رأي the synonym of constantly مراد في كلمة constantly اللي هو معناها باستمرار أو بانتظام هيكون كلمة frequently اللي معناها بشكل متكرر number twenty nine she got some books out of the library and immersed herself in history and culture immerse here means طبعا بلا شك كلمة interest أنا كان مهتم بالكتب الثقافة والتاريخ number thirty it will be very inconvenient for me to have no car the word inconvenient here can be replaced by ممكن أشير كلمة inconvenient وأستبدل ها كلمة ضد كلمة unsuitable يعني غير ملائم أو غير مناسب number thirty one I hope I have not the right decision to improve my lifestyle طبعا كلمة decision بتاخد الفعل make لكن هنا أنا هكت اختار التصريف الثالث number thirty two stress is strongly not too long work hours طبعا strongly connected to يعني مرتبط بشدة ب ساعات العمل الطويلة number thirty three I decided to concentrate all my efforts not finding somewhere to live طبعا concentrate on يركز على number thirty four is a synonym of influence bullet choose to اختار لك اجابتين طبعا كلمة influence بتمشي بمعنى تأثير بتمشي بمعنى يؤثر على يعني اسم وفعل في نفس الوقت باختار affect ويفكت number thirty five will the prison system not the increasing number of prisoners وقال choose to اختار اجابتين يبقى انا هاختار cope with معناها يواكب catch up with معناها يواجه الزيادة اللي بتكون في اعداد السجناء number thirty six my family not an established company fifty years ago choose two طبعا هنا مسألة ممكن تلاخبط وخصوصا لوجود الاجابة بي و سي بي و سي لو خدتها هتضيع اجابة هنا تنفع هو عاوز منك اجابتين فالاجابتين بتوعك هيكونوا set up و founded والاتنين معناهم يؤسس فانت لو خدت بي و سي هتضيع واحدة من الاجابتين اللي ينفعه وده سؤال بصراحة أنا بعتبره سؤال غبي ماينفعش سؤال يجي بالطريقة دي number thirty seven it talk not to answer the questions طبعا it talk quite a long time الظرف ده اللي هو من ظروف الدرجة اللي هو quite ماينفعش ال a ده هي تيجي قبل منه ال a وال an بيجو بعده منه وبعدين الصفة وبعدين الاسم بالشكل ده طبعا اختار كلمة encourage والجملة معناها ان المدرسين ينبغي ان هم يشجعوا الطلاب بتوعهم على انهم يشاركوا في الانشطة المدرسية number thirty nine each exercise on a different grammar point طبعا الاجابة هتكون كلمة focuses اللي هي معناها يركز على كل درس بيركز على مقطة من نقطة مختلفة في كل درس يعني number forty my dad recommend that Sally طبعا دي عملت لها فيديو مخصوص عندي على القناة ممكن تشوفوه recommend بييجي بعدها Z وبعد Z فاعل وبعدين مصدر او شود زائد المصدر او ينفع كمان ماضي بسيط يبقى الإجابة بتاعتي من غير ما كمل باقي الجملة هتكون do اللي هي المصدر number forty one are you capable of capable of من غير ما كمل الجملة بيجي بعدها verb الجملة بقى الجملة كلهم فيهم اي الجملة زي ما انا شايف يبقى هبصت الكلمة decision طبعا لسه قال من شوية ان decision بيجي معها الفعل make يبقى انا اختار making number forty two every time I know a suggestion at work my boss overrides it طبعا انا عندي كلمة suggestion برضو بتاخد الفعل make يبقى الإجابة هتكون make make a suggestion ومهم جدا ان انا اعرف الحاجات اللي هي بتيجي مع make والحاجات اللي بتيجي مع do لان دي بتبقى مسألة بتلغبط كتير من الطلبة فانت حاول تحفظهم كويس جدا ايه اللي بيجي مع make وايه الحاجات اللي بتيجي مع do number forty three we are going to talk to a fifteen نقط old boy called علي طبعا انا محتاج كلمة year اللي هي بالمفرد علشان ديه في حكم الصفة فانا هاختار year ده هي لان دي تعتبر صفة والصفات لا تجمع number forty four we used to not together and discuss our problems طبعا كلمة get together معناها يتقابل والجملة معناها احنا محتاجين احنا محتاجين او احنا تعودنا نتقابل ونتناقش في مشاكلنا number forty five don't spend too much time not computer games طبعا الدقاء ده spend بيجي بعدها فترة زمنية وبعدين الverb ing يبقى لقابة كلمة playing number forty six have you not spending the weekend in the country معناها لقابة هتكون كلمة considered وconsidered معناها think about think about هي هيها consider معناها يفكر فيه وبيجي بعدها فير بقين نجيب المناسبة number forty seven i want to catch not with my classmates i need to study a lot this weekend طبعا دي كانت عندي في الدرس اللي هي catch up with معناها يواكب او هو عاوز يقول يعني بالبلد كده انا عاوز الحق سميلي في الفصل انا محتاج اذاكر كتير عشان يحصرهم يعني هم سبقينه في المنهج هو عاوز يحصرهم يعني او هم سبقينه في المستوى احسن منه في المستوى في الفصل فهو عاوز برضو يواكبهم ويسيرهم ويحصرهم في المستوى number forty eight mental exhaustion and loss of energy are symptoms of طبعا symptoms of burn out اللي هو الارهاق والتعب والانهاك number forty nine is how good you feel in your body and how happy you are اللي هي الوالبيينج الصحة والعافية number fifty it's about allowing kids to express feelings and not through art طبعا express انك تعبر عن مشاعرك and your emotions وعواطفك من خلال الرسم او الفن number fifty one that you lived by the sea what would you do every day طبعا هنا محتاج كلمة imagine وقبل معناها تخيل انك عشت جنب البحر باي هنا معناها بجوار بجوار البحر ماذا سوف تفعل كل يوم number fifty two you are not to pass a driving test before you get a license طبعا هنا محتاج كلمة supposed you are supposed يعني من المفترض ان تجتاز اختبار القيادة قبل ما تحصل على الليسنس اللي هي الرخصة fifty three exercise can protect you against heart disease طبعا هنا محتاج صفة هنا كلمة physical exercise اللي هو التمرين او التمرين البدنية بتحميك من اخطار امراض القلب number fifty four his mood suddenly and he seemed a little annoyed طبعا his mood altered يعني المود بتاعه او مزاجه فجأة اتغير وتبدل وبدأ متضايق قليلا بان عليك انه متضايق شوية number fifty five to note their own suitcases before they were put on the plane طبعا هنا تبقى كلمة identify معناها يتعرف على وقبنا معناها ان الركاب مطلوب منهم ان هما يتعرفوا على حقائبهم قبل ان توضع في الطائرة number fifty six my note include answering the phone and dealing with customer inquiries يعني my responsibilities يختار مسؤولياتي تشمل ان ارد على التليفون واتعامل مع استفسارات العملاء number fifty seven they say that laughing is good for your mental mental health الصحة الزهنية number fifty eight seeing her grandchildren gave her a sense of sense of sense of well being يعني رؤية احفادها اعطوها احساس بالايه بالسلامة والصحة والسعادة والعافية number fifty nine we have found there is much more not and sickness among those who don't get help طبعا محتاج كلمة burn out والجملة معناها احنا وجدنا ان في انهاك وتعب وارهاك شديد بين الناس اللي ما بيتلقوش اي مساعدة في حياتهم او في شغلهم number sixty what's the most what aspect of your job طبعا the most stressful يعني ما هو اكثر جانب او اكثر حاجة يعني مرهقة في وظيفتك او في شغلانتك sixty one it's not useful to divide school children into separate separate categories يعني ليس من المفيد ان احنا نقسم طلاب المدرسة الى مجموعات منفصلة او يعني نقسمهم في كده وكل واحد بقى نحط مثلا الشاطرين في جنب والخيبين في جنب وكده ونقسمهم مجموعات ده شيء مش صحي ولا شيء مفيد number sixty two the exercises are designed to not and tune your leg muscles طبعا stretch and tune your leg muscles يعني يمد ويلطف ويخفف العضلات الرجل number sixty three she feared she wouldn't be able to not with two new babies طبعا محتاج كلمة cope with معناها يواجه موقف صعب وهي طبعا موقف صعب بالنسبة لها اللي هي هيكون عندها اتنين اطفال two new babies اتنين اطفال لسه مولدين يعني number sixty four the doctor suggested that i might like to see a nut to help me deal with stress better يبقى هنا محتاج counselor يعني مستشار او اخصائي number sixty five two nut is to push out your lower lip because you are annoyed or unhappy طبعا دي الدفنشور بتاع كلمة pout معناها يكشر number sixty six the teacher not at me annoyed and drew her red pen firmly across the page طبعا كلمة frowned معناها يكشر برضو number sixty seven paying attention to not includes nutrition rest and physical appearance strategies طبعا هنا محتاج كلمة paying attention to self care الرعاية الذات بتشمل بقى التغذية السليمة والراحة والمظهر الخارج البدني كده يعني number sixty eight students are understandably not about getting work after graduation طبعا كلمة understandably معناها لأسباب يمكن فهمها وطبعا هنا أنا محتاج صفة عشان عندي الفرب التوبية بقى الإجابة هتكون كلمة anxious والجملة معناها أن الطلاب قلقونا لأسباب يمكن فهمها قلقين على ايه قلقين على الحصول على وظيفة بعد التخرج كل طالب عالف سنة رابعة محتار يطار هشتغل ايه وهعمل ايه وهسوي ايه طبعا ديه قلق لأسباب يمكن فهمها يعني الواحد بكون مؤبدر القلق بتاعهم ده number sixty nine I was under not from my parents to become a teacher I was under pressure كنت تحت ضغط بتسوي كلمة stress number seventy the study not beyond doubt the effectiveness of the new drug طبعا اللي جابة تكون demonstrated والجملة معناها الدراسة أظهرت beyond doubt بما لا يدع مجالا للشك تأثير وفاعلية العقار الجديد number seventy one the children ran round and round the playground until they were الأطفال قعدوا يلعبوا ويجروا في الملعب والفناء لحد ما لحد ما بقوا exhausted يعني مرهقين ومتعبين number seventy two we should allow kids to express their feelings and not through art طبعا تهي لسه حليل المسألة دي من شوية feelings and emotions number seventy three he is intelligent but poor time not is limiting his success طبعا كلمة time management دي كانت في الكلمات بول هو زكي لكن بسبب ضعف إدارة الوقت أو تنظيم الوقت بتاعه ده محدد نجاحه ومقلل نجاحه شوية number seventy four the plant has incredible strength and not to withstand the air pressure طبعا كلمة strength and resilience يعني المرونة number seventy five the incident has caused enormous and anxiety to my family طبعا كلمة stress يعني الجملة بتقول الموقف ده والحادثة دي الحاجة اللي حصلت دي سببت توطر وضعت هائل وألأ لأسرتي number seventy six our parents were strict and we were frequently not for our bad behavior طبعا كلمة we were frequently scolded كنا بنوبخ بشكل متكرر على our bad behavior على سلوكنا السيء number seventy seven the sweat was not down her face by the end of the race طبعا was pouring يعني بالعربي العرق كان يسيل على وجهها بعد نهاية الرئيس اللي هو السباء number seventy eight he not as soon as he heard the police siren يعني he cleared off انصرفوا أو أخلوا المكان بعد ما سمعوا سارينة الشرطة أو صافرة الإنذار بتاعة الشرطة number seventy nine the workers were left to deal with thousands of depressed and not passengers طبعا هنا أنا محتاج صفة معطوفة على كلمة depressed هيكون صفاتين معطوفين على بعض حوصف فيهم الباسنجرز فمش هلاقي صفة مناسبة غير كلمة frustrated يعني مغطاز ودي معناها مكتئب number eighty the company's products have been not mainly through advertising and newspaper طبعا هنا الإجابة تكون كلمة promoted ومعناها هنا يروج لسلعة يعمل لها ترويج من خلال الـ advertising اللي هو الإعلان في الـ newspapers يعني الجرائد وجمنا معناها أن الشركة منتجات الشركة تمت ترويج لها بشكل رئيسي من خلال الإعلانات في الجرائد number eighty one unemployment البطالة in the first half of the year في النصف الأول من السلة was two point five percent lower than in the same نقطة the year before أصبحت أقل بنسبة اثنين ونصف في المية من هذه الفترة في العام الماضي أنا محتاج كلمة كلمة فترة اللي هي كلمة period I don't know at for a minute that he'll agree I am sure that he won't طبعا الإجابة تكون كلمة suppose يعني أنا لا أفترض أو لا أعتقل أو لا أظم لحظة أنه ممكن يوافق أنا متأكل أنه لن يعني لن يوافق لها كلمة agree بس محظوفة لأنها مفهومة من السياق number eighty three we have developed a new note for detecting errors in the educational process طبعا طورنا a new technique طورنا أسلوب جديد لكشف الأخطاء في النظام أو العملية التعليمية number eighty four the following note from a March 2018 article clearly illustrates his bias طبعا the following except يعني المقتبس أو الاقتباس من المقالة اللي كانت موجودة بتاريخ مارس 2018 بتبين بوضوح his bias انحيازه number eighty five hormones are not that released in the body and control many important functions طبعا الهرمونات عبارة عن chemicals عبارة عن مواد كيموية بتنطلق في الجسم وبتتحكم فيه عمليات أو وظائف مهمة في جسم الإنسان number eighty six the most not a thing in a fire is to make sure everyone is out of the building طبعا the most urgent thing يعني الشيء الملح لما يكون فيه حريقة انك تتأكد ان كل شخص في المبنى out of the building يكون خرج من المبنى eighty seven side effects of the drug can occur and include drowsiness and headaches طبعا بتكلم عن حاجة اسمها negative side effects يعني الآثار الجانبية السلبية لأي عقار ممكن انها يحدث فيها drowsiness طبعا من التحذى من كلمة صفة اسمها drowsy يعني نائم أو كسلان أو خامل اللي هو الكسل أو الخمول اللي هو مركز اهتمام الناس أو اه التركيز بتاع الناس على درجات الامتحان في المدرسة طب واحد يقول لي ليه ما تنفعش كلمة worry ما ينفعش كلمة worry يعني يوجد فيه قلق على درجات الامتحان في المدرسة لو هناخد worry نغير on ونخليها about number 89 a fire not went off and the building had to be evacuated كلمة evacuate a building معناها يخلي مبنى الناس اللي فيه خرجوا منه يعني وطبعا هنا a fire محتاجة a fire alarm يعني انظار بالحريق went off اشتغل وعمل صوت والمبنى كان يجب ان يتم اخلاقه number 90 the college now has a not to help students with both personal and work problems بقول لي ان الجامعة دلوقتي اصبح فيها counselor اصبح فيها مستشار علشان يعمل ايه علشان يساعد الطلبة في المشاكل بتاعتهم مشاكل العمل والمشاكل كمان الشخصية number 91 banks normally give not to large businesses when deciding on loans طبعا حاجة اسمها give priority to يعني يعطي الاولوية والجملة معناها ان البنوك عادة بتدي الاولوية في مسألة loans يعني القروض لل large businesses يعني الشركات الكبيرة number 92 after having my car repaired بعد ما خدت عربتي متصلحة ما ايه اللي حصل it seems to work not now work انا محتاج بقى ال adverb perfectly عشان يوصف كلمة work work perfectly يعني يعمل بشكل متقن او بشكل مظبوط يعني number 93 it was good to see her finally reaping the not of all her hard work طبعا هنا reap the benefits of يعني يجني ثمار كذا كذا او يجني فوائد كذا او يحصد فوائد كذا number 94 not by surprise when i open the door to find him standing there number نعمل محتاج كلمة imagine يعني تخيل دهشتي لما فتحت الباب وشفت واقف قدامي number 59 if you note something up you create or arrange it if you set something up لو اسست لشيء او انشأته انت بتخلقه او بترتبه او بتنظمه number 69 there has been an immediate not against the government's proposed tax increases طبعا كلمة اسمها reaction معناها رد فعل او هنا معناها معارضة كان في معارضة immediate فورية ضد proposed يعني مشروع قرار من الحكومة بزيادة الضرائب فكان في معارضة فورية من قبل الناس يعني ضد مشروع مقترح بزيادة الضرائب من قبل الحكومة number 97 for each topic covered create a mind map طبعا mind map خريطة ذهنية دي كانت من كلمات الوحدة لكل موضوع هتغطيه في حياتك او هتتناوله في حياتك اعمل حاجة اسمها خريطة ذهنية عشان الدنيا ما تتلغبتش معك number 98 they are sisters هم اخوات I knew their surname was the same انا عرف ان لقب العائلة بتاعهم واحد but I never made the connection لكن انا عمري ما ربطت made the connection يعني عملت الربط ما بين الاسم انا ما خدتش بالي ان اسم اسم العائلة بتاع دي هو اسم العائلة بتاع البنت التانية دي فما خدتش بالي ان هم اخوات طبعا ده ايديا ما فروض نحفظه كده على بعضه made the connection number 99 she writes a or an column for a national newspaper طبعا كلمة اسمها محتاج هنا صفة regular regular column يعني عمود بشكل دوري على طول ينزل في ايه مقالة في صحيفة قومية number 100 most news magazines have a note devoted to external affairs طبعا have a section يعني معظم الجملة معناها معظم مجلات الاخبار او الجرائد الاخبارية المجلات الاخبارية بيكون فيها قسم مخصص الشؤون الخارجية او الاخبار الخارجية number 101 we are trying to get the baby into not for feeling and sleeping طبعا get the baby into a routine يعني بيقول احنا بنحاول ان احنا نخلي البيبي بتاعنا يدخل في مسألة مسألة روتين بالنسبة لموضوع التغذية والنوم يعني عاوزين نعاوده ينام بالليل ويصحى طبعا يأكل بالنهار وكده number 102 don't make any decisions before you have not the situation طبعا before you consider the situation وولنا consider معناها يفكر فيه وما بتاخدش حرف جر بعدها number 103 is a chemical naturally released in the brain to reduce pain that in large amounts can make you feel relaxed or full of energy طبعا بتكلم عن مادة كيميائية اسمها endorphين ودي مادة بيفرزها جسم الإنسان بصورة طبيعية تفرز في المخ بتعمله بتقلل الإحساس بالألم ولو خدتها بكميات كبيرة بتخليك تشعر أنه relax يعني كده مرتخي أو مليء بالنشاط number 104 they make decision about various matters of ده expression اسمه matters of importance يعني الأمور ذات الأهمية اللي جابه كلمة importance number 105 many parents find it hard to relate to the children when they are teenagers برافو يعني كمنا معناها بعض أو كثير من أولياء الأمور بيوجه صعوبة أن هما يرتبطوا أو يكونوا على علاقة بأبنائهم خصوصا لما الأبناء دول يكونوا في مرحلة teenagers اللي هي مرحلة المراقة number 106 I had a pretty unpleasant note at this dentist's يعني I had a pretty unpleasant experience يعني كان ليا تجربة أو كان ليا موقف غير صار وغير كويس خالص في عيادة طبيب أثناء number 107 he hung a note on the door of the shop that said it would reopen at 11 number 107 he hung a sign يعني هو علق يفطى على باب المحل بتقول ليفطى أنه هيعيد فتح المحل للصاح 11 عشان لو حد يسأل عليه يعرف أنه هيرجع يفتح الصاح 11 number 108 the note about whether he is innocent or guilty rests with the court طبعا لجابة كلمة decision يعني القرار عما إذا كان هو بريء ولا مزنب يبقى في يد المحكمة number 109 this cream is for not use only it must not be put inside the body يعني هنختار كلمة external وجملة معناها أن الكريم ده للإستخدام الظاغري أو للإستخدام الخارجي لا يجب أن هو يوضع داخل جسم الإنسان number 110 my grandmother had a strong note on my ill childhood طبعا هاد كان لها strong influence كان لها تأثير قوي علي أثناء طفلتي وأنا صغير number 111 he wouldn't take just any book he had to have this not at one طبعا إجابة هتكون كلمة particular يعني هو مش هياخد أي كتاب كده وخلاص he had كان يجب عليه أن يأخذ هذا particular هذا الكتاب بالتحديد مش أي كتاب number 111 the hotel's owners were facing financial ربعا الإجابة هنا ممكن تكون محيرة ولكن الإجابة هتكون كلمة difficult واحد يقول تب ليه مصدر ما تنفعش كلمة problem financial problem هقول له هنا عشان تنفع محتاج تحط فيها S تقول financial problems أو تحط هنا A وتبقى A financial problem عشان problem هنا مفرد فأنا محتاج يا كلمة جاء يا إما أحط A هنا قبل financial واخد كلمة problem عادي number 113 you can post your relationship status on your facebook facebook profile على البروفيل بتاعك أو الحساب الشخصي أو الملف الشخصي بتاعك على الفيسبوك ممكن تعمل فيه إيه ممكن تعمل post تعمل نشر للrelationship بتاعتك إذا كنت متزوج إذا كنت أعزب إذا كنت متطلق إلى غير ذلك number 114 his son is being trained to take no out of the family business بالضبط take control of take control of معناها هي تولى مسئولية بتساوي كلمة take the responsibility of طب هنا مفيش كلمة responsibility في الاختيارات طبعا لأن كده هيبقى إجابتانيون فعلا number 115 when did you first get interested in نقط and why did you specialize in long jump طبعا long jump ده أحد أشكال بالضبط lathletics أحد أشكال ألعاب القوى اللي هو اسم القفز الطويل number 116 it's impossible to carry on a note with all this noise going on carry on معناها يستمر فيه أو يواصل طبعا إجابة هتكون كلمة carry on a conversation والجملة معناها من المستحيل أن الواحد يستمر فيه محادثة مع كل هذه الضوضاء number 117 I sent him a note reminding him about the meeting طبعا إجابة I sent him a memo أنا بعت له ملاحظة أو نوت كده عشان أفكره أفكره بالاجتماع بتاعنا number 118 more than 85 thousand نقط of the magazine sold within three weeks طبعا بعد الرقم ده يبقى أكيد إجابة تكون كلمة copies يعني أكثر من 85 ألف نسخة من المجلة اتباعت خلال ثلاث أسابيع number 119 the police are still trying to establish the note of the fire establish هنا معناها يتحقق من مش معناها يؤسس والجملة معناها الشرطة لازالت بتحاول تتحقق من سبب الحريق number 120 I tried taking tablets for the headache but they didn't have any effect بالضبط يعني أنا حاولت أخذ أقراص عشان الصداع لكن لم يكن لها أي تأثير number 121 I could feel them not me with their eyes I could feel them following me يعني كنت حاسس بأعينهم تتبعني حاسس بعينهم بتلاحقني أو بتتابعني من المبروح 22 I was merely questioning we have the money to fund such a project طبعا كلمة merely معناها كلمة just أو only يعني بالعربية معناها فقط يعني أنا بس بأسأل أنا بس بأتساءل whether عما إذا we have the money عما إذا كان لدينا المال to fund أن نموّل مثل هذا البشروع number 23 looking at and confident the president answered questions from the press طبعا looking relaxed and confident يعني بينما هو يبدو أنه مسترخي looking here مش معناها ينظر يعني وهو يبدو عليه أنه مسترخي وواثق من نفسه كان الرئيس يجايب كل الأسئلة على الصحافة number 24 farmers are urged to produce their use of noot and work with nature to combat pests طبعا combat معناها مكافحة pests يعني الحشرات مكافحة الآفات أو الحشرات طبعا الإجابة تكون كلمة chemicals الجملة معناها أن الفلاحون يطلبوا منهم أنهما يقللوا من استخدامهم لمواد الكيموية and work with nature to combat pests ويعملوا مع الطبيعة لمحاربة الآفات والحشرات وآخر مسألة معنا air not up is usually high in good weather and low in bad weather طبعا هنا بتكلم عن حاجة اسمها air pressure اللي هو ضغط الهواء أو ضغط الجوي حاجة زي كده بيكون عادة مرتفع في الطقس الجيد ومنخفض في الطقس السي وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى لو عندكم أي استقصار تسيبوه تحت في الكومنت وياريت تضغطوا لايك للفيديو لو أعجبكم الفيديو ولو دي أول مرة تشوف القناة تشتركوا معي في القناة تفعلوا زر الجرس لتوصلكم مشاعرات ببئة الحلقات إن شاء الله شكرا للمشاهدة استماعكم السلام عليكم